موسيقى 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 لانا فاش كيساليو فاش كانوا كيساليو في خمس سنين كيبقوا تقريبا واحد سنة كاملاتا وهما كيقلبوا على التداريب المهنية باش يكتسبوا هاد المهارات والكيفيات المهنية اليوم احنا مأسنا هاد السنة ووفرنا لهم تداريب ستشهور في المراكز الاتشفائية وستشهور في العيادات الخاصة وفي اطار شركة بين الكليات الطيب والاسنان وهذا المؤسسات الخاصة اذا هو غير مقبول التهديدات ديال السنة بيضاء هذا غير مقبول لهذا اليوم الوزارة برمجت الدروس التدراكية من حاتهم هاد الدروس عبر البوابة الالكترونية او لا في الورقية وبرمجنا ايضا الامتحانات وكنطلبوا من الله هاد هاد الطلبة باش يجيوا يدخلوا يلتحقوا بالمدرجات ديالهم احنا اللي مهم هي غادي نأمنوا هاد اجتياز الامتحانات باش يكونوا في احسن الظروف وكنطلبوا ايضا من الاباء ديال هاد الطلبة باش يهدروا مع وديداتهم لان الحوار يمكنوا يستمر ندوزوا امتحانات ديالنا نربحوا السنة ديالنا والحوار هو مستمر ويمكننا ديما احنا يا الحوار مفتوح باش نزيدوا نجودوا لعرض ديال الوزارتين ديال وزارة صحة ووزيرة التعليم العالي اقول ان التعبئة حول المدرسة المغربية هو شأن ضروري ومهم وهالتعبئة خلقناها عبر اولا الاحداثات والاوراش الكبرى اللي حققنا في هذه المنظمة هي انسجاما وتنزيلا لمقتضيات الرؤية استراتيجية اولا دعم تعميم تعليم الاولي دعم البرامج الاجتماعية المهمة اللي منهم تيسير واستعنا قاعدات المستفيدين تجويل الاطعام الداخليات خلق داخليات احداث مداري الجماعاتية اعطاء للعالم القروي واحتميز ايجابي لتمدرس ولسيما الفتاة القروية وهذا الاوراش كاملة تخلق واحد تعبئة حول المدرسة المغربية ايضا الاصلاح المهم اللي افتحنا هو الورش البداغوجي تم تنقيح المنهاج وتجويله واليوم استطعنا باش نتلقو اعطينا الانطلاقة لدفاتر الكتاب المدراسي بالنسبة للسنة الاولى والتانية ابتدائي السنة المصرمة وهذا السنة السنة الثلثة والرابعة وسنويين غد يمقوا ان شاء الله كن نرتفعهم المسويات زائدا على هذا هو المصادقة على القانون الاطار لان المدخل الحقيقي للاصلاح هو المصادقة على القانون الاطار وتنزيله وتطبيقه انا كنذكر بالدينامية والحيوية والنقاش المتمير والمسؤول اللي كان حين كنا كنا نقشو القانون الاطار داخل اللجنة واليوم مفروض باش نصرعوا بالتنزيل دياله وان شاء الله كنتلبوا الاخوان نواب ومجلس النواب كهيئة شريعية باش تصرع المصادقة على القانون الاطار لغاية ضمننا واحد الاستدامة في التنزيل وفي الاصلاح وايضا تأمين هذا اجراءات المقتضيات ديال الرؤية استراتيجية شكرا